الغضب الجماهيري لعند النادي الاهلي غضب مفهوم انه انت خسران بطولة وخسران من نادي الزمالك فممكن يبقى فيه غضب بس ليه حاسس انا ومش اعرف حراك حاسس نفس الاحساس هو لا اه انه الغضب كبير شويتين كبير عن مجرد خسارة بطولة او خسارة مباراة هل الغضب الكبير ده سابه قلق من المستقبل اكتر منه من خسارة الحاضر ولا هو غضب مش منطقي اصلا لا هو غضب بس غضب مبالغ فيه مش مبالغ فيه الجمهور نفسه تغير كريم جمهور نفسه طبيعته الجمهور اللي انت شايفه كل واحد قاعد خلف منصة بيقول اللي هو عايزه وهو منزلش الملعب يعني برضو يعاوز اقول ايه مسألة تعدت يعني مش عاوز اقول النقد ده انه دولا مش نقل ده خلاص يعني الصفة عامة دلوقتي بقت صحفة المواطنية دولا دولا دلوقتي النجوم بيكتب اللي هم عايزين بقوله عادي عامل اننا عايزه وبيختار وبيحدد لك الصفقات وبيقول لك خد اللعب الفلان بس ممكن اقولك كلمة وسيب حلقة تسترسل معنش انا ياسف والله انا ياسف انه ما هو اللي يقول يقول انا مش مختلف معاك المهم انه الادارة نفسها انت عشانين بنتهي يقول لك الله يرحم ايام فلان يا جماعة انت قولي ضمانكم فلان لو كان قاعد وكان فيه سوشيال ميديا فلان لو كان قاعد اللي ارحمه كانش بيحمل كلمة من حد انا فكرة يعني بس عشان نحكي بس بالتاريخ لانه دي ظروف ومعطيات مختلفة زي الفترات اللي انت شايفها المؤسف انه بعض كماهير المنافسين عامروا اكوانتات ممكن للنادي بتاعك وبيجرواك للسكة يعني ايه لما تكتشف ان اللي قاده مسير التحطيم مسلماني مش جمهوري الاهلي عاوز اقول لك بلع الطعم بلع الطعم واكتشف بعدين اكتشف بعدين انه هو ايه بلع الطعم وعرف انه هو اتضحك عليه مسلماني انت عاوز تقول عليه قول عليه زي ما انت عايز بس حطك فين حطك في عشرين شهر في طمع البطولات انت كنت ايه بطول انت بتدور عليها لك سبع سنين مش عارف تاخدها ومش هتحرق مش عارف تحل اللوظ عمال تغير وتبديل طيب انا اختلف مع نفس الشريف في جزئية بس وزئيته انه الاهلي فقراره مع الراجل سوارش يمكن حساباته اختلفت قالك انا اسلمه المهمة دلوقتي ويعرف ويدرس بدل ما لسه هجيبه في بداية الموسم ياخد وقته لسه هينزل ممكن تكون الحسبة كده يعني ايه خلاص انا ممكن يكون مشايف ان الموسم بالنسبة له يبقى صعب وممكن تبقى انه اللعيبة جاي بمدرب جديد فتبقى فيه طلقة كده طلعة ويبقى الوضع مختلف لكن يا كريم على ما يبدو انه دي فاتورة التفوق العشرين شهر اللي انت ايه اللي انت عشته اعمالة شديدة ايه بقى الاجازات والهبوط بالحمل البدني بدلين النهاردة انت النهاردة عندك اصابة انت لسه بتفكر فكوكا يبقى بديل لمعدول قال لك التمرين ما خدش تصف في التمرين اه يعني اعزو لك الحاجة فيه جانب بدني هنا فيه هنا ايه فيه جانب بدني يعني نازل للمستوى على ما يبدو انه اللعيبة بدنيا في الفترة الفاتت وديت لحظت في المتشاة الدوري صح وضيف عليهم انه اتحاد الكرة كمان ما رحمش الاهل ملاقب بعقبه على اللي هو وصله فضغط الدني هتقول ليه ضغط السنة او لا لا ضغط السنة الفاتت السنة الفاتت برضو ايه كملت ها ويمكن تصريح اللي قاله استاذ حسين اللبيب كان نكاشف لمشهد واضح كان الهدف كان نعمل ايه هنتغطه عشان نقع عشان احنا ناخد الدرع وده اللي حصل وضلع مسيماني قال تصريح الشهيد انا تعلمت الدور المصري يا جماعة والسنة الجاية اتفرغ علي طيب بدأ بداية مختلفة عمل نتيج ها وبعد كده الكلفة عمل ايه نزل فيه كمان جملة الاصابات الغريبة دي اللي بتحصل ها ما حدش قادر يفسرها طيب حال الكلام اللي بحصل ده يعني مفاجأة مش مفاجأة جماعة افضل فرق في العالم بتمر بالكلام ده انت كمنافس ناتي الزماني الجماهيرو خط بطولة من حقك تفرح افرح بس افرح بفرقتك يعني ذاتي تشاغل بانكد دلوقتي كل واحد دلوقتي يا تانين ما عانيش ما عانيش مني طالع على منصة بتاعته اقول لك واجعتني اخبار من اصدقاء لي داخل النادي الاهلي بتقولوا انه فيه مش يا يا اخد انا تحكى على بعض يا انت تعرف من في النادي الاهلي عشان ديك اخبار يعني من اصدقائك في النادي الاهلي هنقول لك ما تفرح وقول انه ايه لما كان الاهلي واخد كل البطولات كانوا يقول لك مش تسيب حاجة للمنفسين مبارد حزوه طيب لما الكاس كان صفيحة والدوري كان اسوأ دوري في العالم اتقال كده ولا ما تقالش انه اضعف دوري الفيفا يا جماعة وهو ما عاوز تشوف الفيفا طلع التصريح دي امتا امتا يا جماعة الفيفا قال انه الدوري المصري اصدقائك تصنيف عشان لما الاهلي كان بيفوز به لكن لما جي اخدوا مثلا المنافس اطلع اعظم بطولة وافضل من مين من دورة افريقية ومش عارف مين طيب هل معنى ذلك انه بيرا مين خلو اخد الدورة تسع مرات في ألمانيا هيطلع الاعلام بتاع بروسي دورت موند ولندية وشالكا والكلام دي اقول لك انه ده اسوأ دوري في العالم لانه سيطر عليه البير يعني عاوز اقول لك ايه يا تخرج من ده لو تخليك في فرحتك وعيشها وبتاعه سبعك من المنافس يفوز ما يفوزش يقع مشاكله بجملة اللي انت شايفه كل الكلام ده كريما الاهلي مش اول مرة يتعرض والطبيعي في الحياة وشال مرة يا جماعة اللي حافظ التاريخ يرجع لفترات كده يبص عليها كده فترة من بعد الالمان ما سيطره وفترة سبعة دوري رجع حصل الهزة وزمان اخد الدوري مرتين وزمان سبعين اخد مرة وبعد كده الاهلي جمانهم دوري بطل افريقيا وبعد كده حصلت هزة وبعد كده بوم فرير وبعد كده توني أولوفيرا وبعد كده ايه جمان ويل بقى ايه سيطرة بقى على افريقيا والدوري من تعرف فيه خمس ست سبع سنوات ده الطبيعي يجي جيل كده بيط جيت انت الفترة اللي فاتت عملت شغل جي مدرب فيلر كان مفاجأ وتال عنه انه ضعيف عمل مفاجأ ورجع الشكل ها والشكل اللي عمله استفاد منه اللي بعديه ومسلماني عمل شكل خلاص طبيعا اللي بيحصل طبيعا اللي بيحصل فيه مشاكل الاهلي وقدرته والجهاز الفاني مش هقدر يطلع يقول لك انا عندي واحد اثنين ثلاث بس انا عاوز اقول للجمهور الاهلي جي الوقت انك انت تساند تساند وتساند بقوة وتدعم وتطرد لانه ما تدعش فريقك يعني فريسة للابتزاز والهدم ما دول اللي فرحوك من ايوه ايوه انا تجد قولك وبلغ فيها اه دول اللي فرحوك وكانوا وصلوا المستوى ولعبوا وعدتوا لعبوا مع ابا ايرومينوك ولعبوا مع ابا المراس انا بس في مسأل واضح وكل الجميع المصائد بتشوف ليفربول زيهم زي الاهلي والزمالك يفرجوا عليه كده ليفربول كسب دوري ابطال اوروبا في دوري انجليزي الموسم اللي بعديه مستوى سيء جدا وليه المدريد ثلاثة دوري ابطال بعد سنتين لا دوري ابطال ولا ابطولات محلية رجع السنة دي دوري ابطال ودوري صحيح لما جابوا انشلوتي فده عادي فلا فده لا يا ما تهدش المعبض ما تهدوش ما تهدش المعبض وبعدين اللي بينتقده كابتن محمود الخطيب او ادارة النادي الاهم ودول اللي كانوا موجودين لما خدت دوري اثنين دوري ابطال وبتنين برونز واثنين سوبر ودوري مصري ثلاثة داوية وارا بعض وخدت كاس يعني هم دول كانوا موجودين نفس الادارة دي انا شخصيا ما عنديش ميناء بس هو زي ما قال ادارة تنتقد والجازي فان ينتقد النادي الاهلي بلعت طعف بس مش بمبلغ في صفحات فيك بتتعمل باسم النادي الاهلي او باسم جميل الاهلي او باسم منصات كاملة منصات كاملة بتدخل تتفع في الاتجاه دا وفي ناس محسوبة على ناس كانت موجودة قبل كده في النادي الاهلي بدأت تظهر دلوقتي وترجع تاني وكانت بقالها مثلا خمس ست سنين محدش شايف فانعايز اقولك لا الهجوم اللي انا شايفه في الفترة الاخيرة على لعبت الاهلي مبالغ فيه وهدفه هدم المعبد لا ما توصلش لكده كل فريق في العالم معرض انه يخسر ومعرض انه يجيله كبوات ومعرض انه يحصل له اتزازات تقبل الخسارة لا انا انا قلت انا قلت النهاردة الاهلي خسران بس الاهلي لا في عزمة ولا في كارسة هو خسر خسر مباراة خسر بطولة ثقافة الاحتفال وثقافة تقبل الخسارة دي مشكلة كبيرة جدا يعني مبالغة في الفرح زي ما حصل بعد فيوتشر ومنول جزي رجع ومنول شايف ايه صح ومبالغة وعدم يعني ما فيش ثقافة حتى تقبل الخسارة وده مش في الاهلي بس ده في كل الاندية في مصر مش في الاهلي بس في كل لا انت بتعرف تفرح كويس وتحترم المنافس وانت بتفرح ولا بتعرف تتقبل الخسارة وتحترم برضه فوز المنافس عليه صح خليك في فرحيتك يعني ايه خليك في فرحيت تمالك بالمنافس بتسيب المنافس خليه بخليك بمشاكله طيب انا انا اقول له حلاك حاجة اوز المحول حلاك بتشوف كرة من الزمان وبتحب الكرة من الزمان وتشجع من الزمان عادة عادة منو احنا صغيرين لما الاقي كان بيكسر ماتش كنت هتلاقي مثلا ايه اه بفاكر انت زمان كانوا بيعملوا لايه الحاجات المكتوبة على ورق دي وهزار وضحك وزمانك نفس القصة انا محديش مشكلة اصلا انك ايه معصد الكرة حلوتة في ايه في المناكفة المناسبة يعني يعني في العالم كله انك تناكف اللي جنبك انك تهزر مع صاحبك الزمان كاوي طبيعي جدا تناكف بس دون مبالغات ولا دون إساءات دون إساءات دين مشكلة اه مشكلة في الإساءات كليما مرضو بقتي بأمانة شديدة والله اه فعلا اللي عمل الفيسبوك كدك ربنا سرح اه لا ده فكرة ده الشيطان هايقوله انت عمي ده عمانة شديدة لا لا انت بدلوقات ما حدش بعقب ما تعرفش كمية تضليل وكمية يعني غريب الجماعة ده متشكورة لا وفاقية يعني ليه نخسر بعض يا روزي سأل هي دي ليه نخسر بعض عليها والحق دي غماعة خسر الاهل او فاز الاهل وخسر الزمالك يتوقع الاهل ما تفرح التمالك بالطرف التاني خليك في فرحتك وفرعتك على فكرة كان فيه مشهد رائع في الموارات الكومة اللي قبل الكاس دي كان مشهد رائع ولايبة بتسلم على بعض بعض المطش وبيهنوا بعض والدنيا كانت مشهة بتفاصيل المطش التعالي مطش الكاس كمان كسل الممر الشرف ولايبة كانت جوه المطش العلاقة بينهم كويسة بعيدة عن الاستثناءات تاني بعيدة عن الاستثناءات بس الصورة تبدو وكأنها تتحسن هو استثناء واحد هو استثناء واحد موقف واحد صحية بس للأسف كان فيه مواقف أصعب من الموقف ده يعني موقف اللي كل مصر بتتكلم عليه دلوقتي بتاكبتنا سيد عبد حفيز أما فيه مواقف كانت سلبية وسلبية وأصعب من الموقف ده إنه هو ما عاداش من الممر ماشي هو هل هل اتحاد الكورة طلع بيان قبل المباراة إنه حيبقى فيه الإجراءات دي إنه حيبقى فيه ممر الشرفي والفريق المخاة كسبان ووضح هيقف والفريق الخسران هيعدي في الممر هل كان فيه حاجة كده هل إحنا عرفنا تفاصيل اجتماع الفني والأمني يعني الإعلام عرف ماشي بسوك يعني ده تصرف مجر يكون تلقائي من لعبة الزمار التلقائي ده التلقائي ده في حد ذاته يعني إيه نسقف كخطوة أولى إنه اللقطة تمشي وحاجة محبش انت عرف انت عرف انت عرف المحجبية وحاجة محبش انت عرف انت عرف ايه إذا ما حدق قلت كده وخلينا بصراح امسك مش عرف من في الأهل عمل إيه امسك في الزمان من عمل إيه نتخلي اللقطة الحلوة هي اللي موجودة هو ده وتجاهل ليه ليه لسة اللقطة المهم جدا والناس مع بعض ومسكنا في لقطة فلان عدم ممر يا جماعة انتو سألتوا سيدة بحفيز يعني يعني ما كان من احترام سألتوا سيدة بحفيز هو عمل كده ايه انا بقولك انا بقى كمان مش عايز اسأل انا عايز ايه انا عايز امسك في اللقطة الكويس خلوا عني انا تيجي عارفتت بالزبط كده ايه تلاقي مسلا مجموعة مجموعة ورود حلوة اوي كده تقولك لا لا بس بص في حاجة بالمياه على الارض وراء السوشال ميديا والسلبيات وتعالى نتخاني وتعالى نعمل المشكلة والبزاءات والخروج عن النص وبسرعة هنا طلع فيديو طب تبقى بقى بص الفيديو هنا كارسة طب يا جماعة ما في منظر حلو كارسة الفريق كاسبان يوحنا الفريق خاصاني يجي على قط اللبس ويدوله المدليات يبعتول المدليات لا اسوأ كنا منقض نتخاني لازم نتخاني مع بعض المطش يعني لازم القاعدة انه ده المطش حد يخسره لازم التالي يبرز الحاجة كويسة ليه بننكز على السلبيات ما علينا بقى ده تصرف صح او غلط من الكابتن السادة عبافيس بس ليه مركزين على ده طب ما كان فيه في المطش نفسه او بعد المطش نفسه او بعد التتويج كان فيه بعض التصرفات فيها خروج على النص مش عايز التفت ليها ولا عايز اذكرها ما تركز على الجانب الايجابي وبعدين حتى اللي بيسأل اللقاءات اللي اتعاملت بعد نوعه هو ايه اللي حصل على المنصة هو ايه الموقف اللي حصل يا عم خلاص شح ما احنا شوف ما احنا شوف اللي حصل احنا دورنا ليه بتجرجل المصدر للخروق على النص تعال ندور ننور على الايجابيات اصلا المي يقول لك ايه الحق ده سيد محمود ما اتكلمش على مين اللي عمل ايه ومين ما عملش يام طب انا مش عايز اصلا اتكلم عليها عشان شوفتوا منظر مش كبير انا اتكلم على الحاجات الكبيرة اتكلم على الحاجات الحلوة اتكلم على الحاجات المرفيطة او لازم اتكلم على مين اتخاني ومين درب ومين عمل ومين شهد بص يا كريمة عايز اقولك حاجة جزء هي مهمة كده طب للأسف الشديد بص عشان ما نحطش رأسنا في الرمي فيه خروج عن النص في ادارة الكرة المصرية فيه خروج عن النص في مواقف عديدة ومن مسئولين ومن لعبين ومن مدربين فيه خروج عن النص هاشي وللأسف الشديد في كسيم الاحيان بيتم تجاهل بهذا الخروج وما فيش محاسبة فلما مقى المسئول ما بتحسبش لا انت بحسبش قبل كده جاي تحسب دلوقتي فانت ما تحسبش بعد دلوقتي جاي تحسب دلوقتي والراجل احترم نفسه وخد بعده ومش الجنب بتابع عمش التصارب خلاص فانت طالما ما تحسبش الكبير ما تجيش تحسبلي المرؤوس رئيس ما تحسبليش المرؤوس نفسي دايما نفسي دايما في الكورة انه نستمتع باللعبة شوي اسمع اللعبة اسمع اللعبة جمهور بوكاجونيس صح في اللي احصل اكتر من اللي بيحصل بالجمهور برشلونة وريل مدريد صح لكن تعالها بعد المطش المطش نفسه يعني راموس وكيامه ضرب ميسي وكسر عضم ميسي وكسر عضم نمار وكلام لكن بعد المطش بيحصل بيسلموا بعد المطش خلاص الموضوع ويسلموا ويبقى اخطاء التحكيم صح وتلاقي مرحيين الحقيق حكم والجهازين الفانين وفي حد تقدر تكلم على التحكيم صح وفي حد تقدر تكلم على التحكيم برا تعرف بليحصل وإيه بتكلم على التحكيم لا